السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي عاملين ايه? يا رب تكونوا في صحة وسعادة وهانا كده يا ربي. نسمي بالله ونصالة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا ايه النهاردة? روتين جامد اوي بقى فوق السطح التنظيف. بقى كل السطح. الاوض والسطح من برة. طبعا ايه? هنطلع بقى الفراخ بتاعتنا نسمي بالله ونصالة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بدعوكم يا حباب قبل الاشتراك في القناة بتفعيل الجرس. بصوا شكل القضا عاملة ازاي? يعني المنزر صعب بجد. طبعا ايه? هطلح كل بقى الطيور برة. كله النهاردة. الفراخ بقى البلد والفراخ الجميزة والكتاكيت الصغيرة. الفيديو داي يا حباب قلب انا مصوره بقاله حوالي تلت ايام او اربح ايام. بس ما نزلتوش بصراحة ايه? لحد دلوقتي. انا نضفت كمان مرة بعد ما نزلت الفيديو ده كمان. طبعا ايه? انطلحتهم حطتهم حبيتها علف. قلت ياكلون بقى بل ما ابدأ انا ايه? ايه ايه اشوف القوض ايه? هبدأ انضف فيها. طبعا ايه? عمال ادور بقى ايه? انا حواليه على سكنة المعجون اللي بنضف بيها. داي ومين? القضا داي ومين كده? بالمنزر ده. سمي بالنسب صلاة على سيدنا محمد عليه السلام. صلوا على النبي حبيب. جبت بقية حبة العلف وحطت لهم عشان ما فيش اكل بيتها النهاردة. فطبعا ايه? بحطولهم حبة علف بس اتلوه فيهم وبعدين حطولهم في القوض بقى بعد ما نضف جوه حطولهم كمان. عشان الحبة دول مش ينفعوا صغيرين او مش هيكفوهم. طبعا بسم الله ما شاء الله تكون شايفين الفراخ بتاعتنا مفيهاش اي حاجة. كويسة ولا فيه آآ فرخة عيانة ولا فيه اسهالات عشان انا صورت فيديو بعد دوت. الفراخ يتقلب حالها والله بعد الفيديو ده. يعني انا مش مصدق الفراخ كانت كده مفيهاش اي حاجة. لكن الفيديو اللي بعد صورته وبعديه بتلات ايام انا لسه منازلتوش. الفراخ والله تعبانة. وطبعا اه في فرخة ماتي. انا مصورها في الفيديو هبقى اوار ايه? بتشوفها في الفيديو ان شاء الله. طبعا ايه? انا بدور على سكنة المعجون. عشان انا بشتغلش على بيها ايه تحت الطيور بنضف بها بحك بها البلاط السراميك وكده ونضفه يعني. فطبعا ايه انا همسك السراميك بقى كله. اكحاته كحتة حلوة كده. هي بنت بصراحة بستعيدني فيه. فانا عشان كده بصور في الطيور وهي بتبقى شغالة ايه? في القوض. بنكحاته طبعا الاول بزي كنت المعجون وبعدين ايه? بنطلع الحاجات اللي احنا ايه? آآ يعني لمناها كلها منه. وبعدين بنسيب الميا فيها بقى ايه تبوش براحتها. وبعدين آآ نروح منبوشينها وندعكها بالمقاشة. وانتوا عارفين طبعا التنظيف. طبعا هطلع الصاجات دي واطلع كل حاجة من القوضة بس الاول ايه? اشوف لو في بيضة طلعهم. آآ في حاجة في القوضة الحاجات اللي بيشربوا فيها الحاجات دي. طبعا كل ما يخلصوا العالف اجيب لهم حبة تاني. عشان هم حرام يعني جعانين فانا بقيل بقى لهم بيخلصوهم بصراح فورح اجيب لهم حبة تاني يواجه. صلوا عالنبي حبايب قلبي. وبشكركم يا حبايب قلبي على التعليقات والله ربنا يخليكم يا رب ما يحرميش منكم ابدا. التعليقاتكم الجميلة والله اللي بتحفزني دايما. طبعا ايه سايبهم انا ايه بيأكلوا بقى في العالف انا قاعدة قدامهم. كل ده بنتي كانت مسك سكنتي المعبونة بتنظف لسه في اول قوضة. طبعا في الحر ده انا مش اقول لكم بقى على التنظيف كل يوم والتاني عايزين ايه تنظيف على طول. عشان الفراخ بيأيمة بتموت من الحر يا ايمة ايه آآ عينها بتتعب من السخونية واللي طبعا ريحة الحمام بتاحهم بتعمل سخونية اكتر. طبعا ايه انا كنت سكينة سكينة وديتها هناك تاني. فبنتي جابتها. خدناها عشان نبدأ ايه نعمل في القوض بها نشتغل في القوض ان شاء الله. اهو بس انا ايه بصراح اعملها ايه? اقول لها اعملي قوض الفراخ الصغيرة الاول نطلحهم ولا ناكل دول الاول. فطبعا كنت ايه? محتارة فروحت لما بتلاها بقى الحاجات دي. الحلل والحاجات اللي هما بيشربوا فيها. وبدأت بس انا ايه الاول حتة في في التنظيف كده عشان كنت بصورها. وهي بقى بتكمل بعد كده. بصوا السكينة دي بسم الله ما شاء الله يعني جميلة جدا. ندرك ان انا عايز اجيب لي منها واحدة تاني بصراحة عشان دي قربت تتكسر. اهو انا مش عايز ازود العلف ليه كل شوية بحط لهم حبة عشان الارض مبلولة فالعلب بيبوش. فكل شوية بيرمين لهم ايه? حاب عشان هما بيخلصوا العلف وبيجي ورانا وحاب ننضب في الاول. فكل شوية راح اجيب لهم حبة علف ورمهم لهم وكده. طبعا ايه سبت انت بقى ايه تكمل الاوضة? وانا جبت العلف وحطته لهم. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. الفراخ والله الله ما صلى على النبي. احنا بقى انا كده حوالي ثلاثة ايام. ما عملناش اه خلطات ولا عملنا اي حاجة. من يوم ما عملنا البصل والبنجر وكزا حاجة على بعضهم بصل وتوم وبنجر ولمون. عايز اعمل لهم ايه ان شاء الله الاكلة دي تاني. طبعا ايه? كلنا عارفين ان الطيور بتحب البصل. موظمها بتحب البصل. وطبعا اللي عايزين برضو ايه? نرجح نحط سبية تاني ونحط صدف. واجير. انا طبيعي بحط كده كده الجير تحتهم. بفرشه على طول. طبعا انا بقول لكم كده ليه يا حباب بالاهتمام على طول. يعني كل كم يوم نعمل المواضيع دي. عشان فراخ اللي بتبدي ايه? بقى الكلسوم شغال في جسمها على طول. وما الاسهالات طبعا ربنا يسطرها والله ربنا يسطرها. نعم وبجيب الحالة وبجيب الحاجات اللي هي ايه? اللي هي جوه العشة طبعا دي ميا كان ايه? كان يعني كان فيش وقت بنجر معصورين كده لميتهم عليها. عشان برضو البنجر في فيتامينات وجميل جدا طبعا. واخش اجيب بقى ايه? طبعا اللي هما بيبيضوا في ده. اول حاجة بطلحها البيض عشان وانا بامسح ما يتكسرشي. وما برداش اسيبه طبعا تحت الفراخ. كان في اليوم ده ايه? المحصول كان قليل النهار ده. بس الحمد لله نعمة من عند ربنا. الحمد لله. طبعا خدت ايه? كانوا خمس بيضات خدتهم. هما انتوا عارفين ان هما بيريحوا يوم وبيبيضوا ايه? كلهم يوم تاني. فالحمد لله نعمة فضل من عند ربنا. طبعا كانت معايش انتة العلف رحت حطاهم فيها. قلت ايه? اه عشان ما معايش علبة ولا حاجة عشان ما يتكسروش. طبعا مسكنا القوضة ايه? طلعنا كل اللي فيها بصوا. جحطناها كده. وطلعنا كل اللي فيها. اه. طبعا ايه? انا كنت مسكة بقى ايه? الخرطوم بقى ايه? وقلت بصوا هنبوش هبصوا ما شاء الله. اهي بعد ما بوشناها ونظفناها بقى جميلة جدا. مش شوية سبون بس طبعا انا برضاش اصور معاكم كل ده. عشان انتم عارفين كل مرة احنا بنعكم ازاي وبنصور ازاي. وبعدين النشرة وبعدين الجير. كنت في اليوم ده ايه? متل هوجه بعمل بسرعة عشان ايه? كان خلاص المغرب قرب. فقلت خلص ايه? عشان عايزة اعمل ايه? حركة تنقلات للفراخ يعني. يعني عايزة ان الكتاكتي اللي هي الصغيرة عشان انا كنت هاجيب دورة تانية جديدة اللي هي ايه? ايه? الروز. الكتاكتي اللي هي الرز اللي اقول لكم فيه فجأة آآ قريبة. فقلت اوسع لهم المكان بقى. دي كتاكت صغير البلدي والتانيين صغيرين فاحط ده مع ده مش هيجرى حاجة. طبعا ايه نقلتهم في القوضة التانية اللي هي الواسعة اللي في النص دي. وآآ بشوف الرمية دي كتقفة كاشة ليه كده. آآ فلاقيتها كويسة بس ما فيهاش حاجة. طبعا نضفتوهم المكان ورجحتهم تاني مكانهم كتاكتي البلدي بتاعتنا بسم الله ما شاء الله تفرح. جميلة كتاكتي البلدي الهاجين يا جامعة جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله. مسكت الايات برضى صبت بنتها وغسلتها وغيرتوهم المية. وقلت حطولهم ايه اكل بالمرة في العلفات. واقفل عليهم. واشوف قوضة تانية بقى ايه? آآ نخلصها وكده. ومسكت برضو القوضة الصغيرة اللي هم كانوا فيها بقى اصلا عكمتوها برضو وزبطتها عشان قلت ايه ابدل بقى اجيب الفراخ ايه? البلدي ما اتراحم هنا. طبعا ايه دخلنا بقى يعني عملنا تحت القوض كلها. زبطناها. وحطينا طبعا نشارة وزبطنا المكان. ومسكت بقى ايه? اخر حاجة كان السطحي بقى السطحي كان فاضيح في اليوم ده. بصوا عامل ازاي? طبعا ايه? كده خلاص كان المغرب قربق. ودول حطت لهم ميتهم واكلهم. طبعا الفراخ عزبتني في اليوم ده عشان غيرت لهم القوض. ما كانوش عزين دخلوا بصراحة دخلوا بالعافية. دخلوا بالعافية. مسكت السطحي كمان انت دفتو خالص على ايهر.